أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقلت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي نشتنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيضمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ما قلنا الصلاة وآتين الزكاة ما ضعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم اللي ساهل البيت ويظهركم تظهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لظيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم موفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أهلهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أنعمت عليه يمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبين وتخشى الناس والله حقا تخشاه فلما قضى زيدا منها مبرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج دعيائهم إذا قضوا منهم مبرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله بالذين خلوا من قبل وكان من الله قدرا مقجورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون حدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا انكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه ذكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام فعد لهم مجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شهدا ومبشرا ونذيرا فداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكينا يا أيها الذين آمنوا إذا نشحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من ضضل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسدحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت وجورهن وما ملكت يمينك مما فاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن راد النبي أن يستنكحها حالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله وفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن امتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجهم ولو أعجبك حسنهن إلا ما منكت يمينك وكان الله على كل شيء رطيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إذا ضعا من غير ناضرينيناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا ضعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعين فاسألوهن من وقاء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجا ومن بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما لا جنيف عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا إسائهن ولا ما ملكت أيمانهن فاتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملاكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ويعدنهم عذابا مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله رطورا رحيما لئن لم ينتهي النافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجابلونك فيها إلا قنينا ملعونين بينما فقفوا خذ وقتنوا تقديلا شنة الله في النبي نخلوا من قبل ولن تجد لشنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريج لعن الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجيدون أوليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا وضعنا الله وضعنا الرسولا وقالوا ربنا إما أبعنا سادتنا وكبراءنا فضلون السبيلا ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والغرن والجبال فأبين أن يحملها ويشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة فهو الحكيم الخبير يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بنا وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أسخر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذي نوات العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى أصراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبيكم إذا مزقتم كل ممزقا إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نخسف بهم الأرض أو نسقد عليهم كسفا من السماء إن في ذلك الآية لكل عبد منير ولقد آتينا داود منا قبلا يا جبال يومي معه والطير فألنا له الحديد إن يعمل سابغاة وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الرهودوها شهر ورماحها شهر فأسلنا له عين القيب ومن الجن من يعمل بين علي بيدن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفال كالجواب وقدر الآسيات يعمل آن داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه المعتماد لهم على موته إلا تابت الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهي لقد كان السبع في مسكنهم آية جمتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة ضيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات يكل خمض وأتن وشيء من سدن قليل ذلك جزيناهم بما كفروا ما النجازي إلا الكفور واجعلنا بينهم وضين القرى التي باركنا فيها قرى الظاهرة وقدرنا فيها السيل سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بيد أسفارنا وظلموا أنفسهم فاجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك آيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبنش ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شيء وربك على كل شيء حفيم قلدوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال دروة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنتع الشتاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ما هو العلي الكبير قل من يرجعكم من السماوات والأرض ولله إما أوئياكم على هدى في ضلال مبين قل لا تشألون عما أجرمنا ولا نشأل عما تعملون وليجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين لحقتم به شركاء فلا فل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعب إن كنتم صادقين قل لكم معاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موغوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقوم يقول الذين استبعفون الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استمعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استمعفون الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب واجعلنا الأولى لفيه أعناض الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نبير إلا قال مطرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبصد الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم من التي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء وعف بما يعملون وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبصد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرون جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا شبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضبع ونقول للذين ظلموا وذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا شحر مبين وما آتيناهم من كتب يدعشونها وما رسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلوا معشا وما آتيناهم فكذبوا رشري فكيف كان النكير قل إنما أعركم واحدا أن تقوموا لله مثلا وترادا ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب جديد قل ما سنتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام غيوب قل جاء الحق وما يبدئ البعض وما يعيد قل إن ظلنت فإنما ظل على نفسي وإن اهتديد فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوتماخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به فأنا لهم اتناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتعون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاضل السماوات والأرجع للملائكة رسلا لأجنحة مثلا وثلاثا ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكر ونعمة الله عليكم هل من خالق وين الله يرضيكم من السماء والأرض لا إله إلا هو وإن يكذبوك فقد كذبت رسلا من قبلك فإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن بعد الله حق فلا تغرنكم من حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخبوه عدوا إنما يدو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفما جين له سوء عمله فرعوه حسنا فإن الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يسنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بإلى الله بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد لكلم الطيب والعمل الصالح يغفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يأر والله خلقكم من تراب ثم من مضفة ثم جعلكم مزوجا وما تحمل من أنفا ولا تبع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذا نجعل الله يسير وما يستوي البحران هذا عرب فراء سائر شرابه هذا منها النجاج ومن كل تأكلون لحم ضريا وتستخرجون حنية تلبسونها وترى الكنك فيه مواخر ولتمتغوا من قضلي ولعلكم تشكرون يعنج الليل في النهار من يعنج النهار في الليل وسخر الشمس والطمار كل يجنين أجن مسمى ذلكم الله ربكم له المن والذين تدعون من دونه ما يملكون من قضمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولم سمعوا ما استجابوا لكم ويوم الغيامة يقلون بشرككم ولا ينبيك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء من الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهمكم يأتي بخلق جديد وما ذا لجعل الله بعزيز ولا تزر بازرة مزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم من غائم ما قاموا الصلاة وما تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بيسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلافها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم من البينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبان جدد بيضوح مختلف ألوانها ومن الناس والدواب ولنعام مختلف ألوان وكذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وغفور إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة من فقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تقرر لن يفعيهم جورهم ويزيدهم من قضنه إنه غفور شكور والذي يوحينا إليكم من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم غرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم مقتصد فمنهم سابق من خيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من سارة من ذابين ولؤلاء ولباش فيها حريب فقال الحمد لله الذي يذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور فالذي يحلنا دار المقامة من فضل لا يمشنا فيها نصب ولا يمشنا فيها لغوب والذين كفروا لهم لا وجهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها وكذلك نجزي كل كفور فهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ألم عن منكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا كما للظالمين من نصير إن الله علم غيب السماوات والأرض إنه علم لذات الصجوم هو الذي يجعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أنهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدي إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونوا ما هدا من يحدى الومان فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا مثورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بيهنه فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم وكانوا شد منهم قوة وما كان الله لعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو ياخذوا الله الناس بما كسبوا ما ترفع على وهلها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق الغول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأبقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون فسماء عليهم أأنذرتهم أملا تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيل موتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وأظلم لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم إلا وتنثهوا لنرجمنكم وليمسنكم مما عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بلانتم ضوم مصرفون وجاء من قص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ذرجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بظلم لا تقول عني شفاعتهم شيئا ولا ينبذون إني ذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي علمون لما غفر لي ربي وجعلني من المقربين صدق الله العظيم